اشتركوا في القناة مثل ما شايفين اليوم ايضاً لبنان كله اجتمع على الزيري مثل ما طول الصيفية كان جميع الرواد من كل انحاء لبنان يجوا لحتى يتمتعوا بهذا المكان الرائع شط بنص البحر وبميته الانظيفة والجميلة اليوم لبنان كله اجتمع لحتى ينظف كعر البحر بزيرة سيدة لحتى تدل زيرة سيدة مثل ما هي نظيفة ببرة نظيفة ببحرة ايضاً الفكرة اليوم انه مجموعة من الغواصين بكل اجتمعوا بدعوة من جمعية اصدقاء زيرة سيدة برعاية بلدية سيدة وبالتعاوم مع نقابة الغواصين وايضاً الدفاع المدني فوج الانقاذ البحري ومفرزة شواطئ سيدة لحتى يساعدونا بتنظيف قعر البحر قعر البحر طبعاً فيه اوساخ بتتجمع ولكن الفكرة هالمرة انه هنفرز بقلب قعر البحر حتى تكون بداية عملية تفرز ان شاء الله وتكون عادة جميلة للمدينة ونصير نقدر نفرز خارج البحر فحننطلق بهذه التجربة من قلب البحر ان شاء الله ونطلق عملية الفرز من البحر الى البر ان شاء الله اليوم هو يوم بيئي بامتياز اليوم عندنا يوم لتنظيف قعر البحر حول جزيرة سيدة نحن بنعرف جزيرة سيدة هي بقاية مدينة صيدونة اثرية لغرق البحر سنة 147 قبل الميلان نحن اليوم عندنا مجموعة غواصين محترفين من كل لبنان من الجنوب من الشمال من سيدة عندنا اصغر غواص عضو شرب بنائبة الغواصين عندنا العنصر النسائي ممثل اليوم كله حيشارك معنا بتنظيف قعر البحر من النفايات نحن بنعرف ان الزيرة مش كما كانت قبل بعد ما جمعية اصدقاء اصدقاء زيرة وشاطئ صيدة سلموا بالتعاون مع بديل صيدة موضوع الزيرة عم نشوف انه صارت شط بنص البحر عم يجي عليها الاف الاف الرواد البحر بعض الايام خاصة بنهاية الاسبوع وبنعرف عم ينتج عنا بعض النفايات اللي عم تنتهي الامر بها بالبحر نحن هاي دي حنقيمة اليوم من كان بلاستيك ازاز او تنك حنقيمة وحنعربها حنعطيها للفرز ان شاء الله فنحن بنشكر كل من عم بيساعد اليوم في عنا فريق من الانقاذ البحري بالدفاع المدني مركز الجيه عم بيشارك عنا فريق من مفرز الشواطئ بالجنوب عم بتشارك معنا تحت المي وبالحماية بنشكر مخابرات الجيش الليبنية عم بتشارك كذلك الامر معنا بتأمن حماية للغواصين بشكر كل من عم بتشارك معنا اليوم اشتركوا في القناة